وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَأَمَّمٍ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فالنفسُ بطبيعتها تنجر في الهوى تنجر في الشهوات فهي تحتاج إلى نهي من المسلم ولهذا تأمل الآية وَأَمَّمٍ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فلا بد من نهي النفس ولا بد من مجاهدتها حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل اشتركوا في القناة